يعني جلال قدري مثلا لما قال ان مارسل كولر كلمني وتواصل معي علشان علي معلول اسيبه لكن لقينا ان مصلحة المنتخب اهم هل هنا المدرب الوطني بيفرق كابتن ولا هيا شخصيك مدرب مالهاش علاقة بوطني ولا اجنبي انا عايز اقول مالهاش علاقة بجنسيته هو شخصيته ماشي بدليل كابت شريف ما هم درب اجنبي بالنسبة للشات بالضبط وفرق قرار ومشي فانا عايز اقول لا انت انت تحمل المسئولية والكرسة تصراحتك اللي بعد المتش انت بتديل نفسك يعني حتى التصراحات اللي بيقولها التصراحات الخايبة انت بتديل نفسك بتسمع كلام مين حتى تتعادل كورة مصنعش كلامهم انت مش جاي تاكل ايش انت جاي تتحقق نتايق كويسة وتوصل كالسة المفرقية عشان تاخدها زي ما بنسمع واعداد كويس واختيارات لعبة كويسة لا انت بتحمل نفسك المسئولية قدام الناس كلها فانا عايز اقول لا فيتوريا غرطان طبعا والماتش ده كشف عيوب كتير جدا للفرقة لازم نشتغل نشتغل واختيارات وتبان على عقيقتها كويس قوي ان يختار صح ما يبانش ان في مجملات في الفرقة او انت بش عارف تختار او انت بش عارف تشوف كويس او انا كمدارب بحب واقرأ والكلام ده كل ما ينفعش اه امكين احنا عصيرنا كابتن حسن شاعتا اه ما شفناش حتة الحب والقره ابدا كان كل ناس بتلعب امكين الكلام ده امكين كان ايام الجوهر شوية لكن كان برضو اختيارات لعيبة دولية بايش على مصلحة المصلحة العامة حتى ولو في ايا كان اه كان عندنا مركز واتنين لعيب في مركز واتنين وثلاثة فاللعيبة بتقدر تكمل كان في فترة من فترات موجود سامير كان مناوجد موجود عبدالزار الزقة موجود محمود موجود ناس كتيرة جدا تقدر تسد النهاردة مش لقيين حد لما لوينش اتعور محمد عبدالي مش موجود مش لقيين حد يلعب سردباك مش لحد يلعب بك ليفت